السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة تانية وبرنامج يومية العيادة النهاردة هتكلم عن سؤال جالي على صفحتنا او على الجروب بتاعنا على الفيسبوك وان شاء الله برضه لكل المشاهدين بتاعنا هنسيب لكم الرابط بتاع الجروب للي حابب يشترك معنا في الجروب وطبعا الجروب بتاعنا ده جروب اكتف جدا وفيه اسئلة واجابات وكده فانا ان شاء الله حطي لكم الرابط تحت الفيديو اللي انتوا شايفينه ده طيب السؤال اللي هاو زي ما انتوا شايفين كده بيقول هل ينفع اعطي الطفل عمره 25 يوم من اعشاب من عند العبطار كما يا جوز اعطاء نعناع ده كان سؤال مهم جدا من يعني جالنا على الجروب وحبيت طبعا اعرضه في صورة حلقة على قناتنا على اليوتيوب عشان كل الناس تستفيدوا كده بداية طبعا ممنوع ندي اي عشاب خالص للاطفال لغاية ست شهور ممنوع مرعبات تان ندي اي عشاب للاطفال قبل ست شهور ده طبعا مش يعني مش جاية من فراغ ده طبعا دراسات وابحاث تعاملت على العشاب دي واثباتت ان هي مقدرة جدا زي ما انتوا شايفين كده ده اللي هو المركز السموم الامريكي ده بيقول يعني ما تبديش اي عشاب للرضع تمام؟ لان الاكاديمية الامريكية لطب الاطفال بتنصح بالرضاعة الطبيعية المطلقة اول ست شهور والمطلقة معناها ان احنا ما نديش للطفل اي حاجة تانية خالص يا اما الطفل هيرضع رضع طبيعية يا اما هيرضع رضع بالجبرونة لو الام مش بتردع طبيعيا فما ينفعش قدل للاطفال اي عشاب خالص الاطفال اللي بيجي لهم اللي بكونوا لسه مولودين وكتاب لهم عشاب زي يعني على مختاف الاسماء مش عايزين نقول اسماء معينة لكن ما ينفعش ندي اي عشاب خالص خالص للاطفال لانها خطر طب هو خطر ليه العشاب دي طبعا فيها سكر والسكر ده بعمل مشاكل لاطفال بعمل انتفاخات ومغص ده كمان ممكن العشاب دي مش مضمونة السلامة بتاعتها يعني ممكن تكون مش كويسة العشاب اللي بتيجي من العطار دي مش كويسة طب العشاب اللي في السيدلية اصلا هم كاتبين على معظم الاعشاب انها بتتعطاش قبل ست شهور فما ينفعش انت من نفسك كأم تروح السيدلية تروح تشتري عشاب للطفل زي النعناع والشمر وحتى اليانسونوا الكلام ده كل الكلام ده غلط خالص لاطفال قبل ست شهور ما نيديش لاطفال حاجات دي فيها السكر بتاعمل انتفاخ مغص وبعد كده بتعمل تساوس في الاسنان وكمان طبعا مركز السموم الامريكي زي ما انتم شايفين في الصورة دي بيوضح بيقول ان هي ممكن تعمل يعني يبقى الحاجة اللي موجودة دي الاعشاب دي مش مضمون سلامتها يعني اكتشفوا في بعض الاعشاب ان هي تبقى مسممة او فيها يعني ضارة جدا بصحة الاطفال فنصحوا الاف دي ايه اللي منعيت برضو كمان ان احنا ندي عشاب للاطفال ده كان سؤال مهم طراحته في في ادم على الصفحة بتاعتنا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك وحبيت ان انا اجاوب من خلال مقالة ملخص الموضوع ان احنا ما نديش اي عشاب خالص للاطفال قبل ست شهور طبعا ده نهاية الموضوع بتاعنا ياريت تعملوا مشاركة للفيديو لو عجبكم تعملوا اشتراك في قناتنا وكمان تضغطوا على علامة الجرس عشان عطول يوصلكم كل جديد في قناتنا اسعاد بكم وان شاء الله استنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد قريب ان شاء الله تحياتي لكم تاني مرة هقول لكم برضو هسيب لكم الرابط بتاع الجروب لو كل اللي حابب يشترك في الجروب بتاعنا على الفيسبوك يحابب يعني يبقى فيه مشاركة وفيه شغل اكتف وكده تحياتي لكم انا دكتور يوسف وضع خصية طب الاطفال وحديث الولادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة